أهلاً بكم من جديد متابعينا في ثاني محطاتنا لهذا الصباح رح نتحدث اليوم في هذه الفقرة عن دور العلاج الطبيعي في المستشفيات طبعاً اللي بركز على تحسين الحالة الأدائية والوظيفية للمريد بما في ذلك في مجال التنفس والتنقل نستضيف معنا أخصائي العلاج الطبيعي أنس نشاشي بيسعد صباحك صباح الخير أنس لن بداية نحكي عن أهمية العلاج الطبيعي للمريد العلاج الطبيعي بلعب لنا دور كبير والعلاج الطبيعي مش بس هو علاج ففي عنا إشي جزء علاجي بيكون وفي عنا جزء وقائي يعني مش زي ما إحنا فاهمين أنه العلاج الطبيعي لازم يكون بس علاج للمريد فممكن إنه حتاج يكون وقائي من شغلات عشان ما يأدي لمشاكل في المستقبل طب المجالات اللي بيدخل فيها خلينا نحكي لعلاج الطبيعي المجالات خلينا نحكي بدخل في معظم التخصصات الطبية مثلا على سبيل المثال في طب الأطفال النساء والتوليد خلينا نحكي أمراض كبار السن نعم كبار السن طبعا كبار السن ما هم بدخلوا وكمان خلينا نحكي أقسم مثلا قسم القلب قسم الرئتين الباطني وطبعا المتعارف بالنسبة للناس العظام والأعصاب خلينا نحكي عن دور العلاج الطبيعي في المستشفات وأهميته طبعا العلاج الطبيعي مهم جدا في المستشفات ونحكي بالمستشفيات عشان هي بتكون كبداية للإنسان أنه يطلع لمراكز العلاج الطبيعي الخارجية فالمستشفيات بتكون العلاج الطبيعي بتركز في معظم الأقسام وأهم أقسام طبعا خلينا نحكي الناس اللي هم قسم الجراحة بشكل عامل بدهم يعملوا عمليات ليش مثلا قسم الجراحة وليش اختطرنا قسم الجراحة عشان العلاج الطبيعي مفروض ينعمل قبل العملية وبعد العملية على الناس متعارف عندها أنه العلاج الطبيعي بس بعد العملية يعني مثلا بدو يغير مفصل الحوض بيعمل علاج طبيعي بعد ما يغير مفصل الحوض بدو يغير مفصل الركبة بيعمل علاج طبيعي بعد ما يغير مفصل الركبة لا، لازم كمان نعمل العلاج طبيعي قبل العملية عشان العلاج طبيعي مهم وممكن نحكي ليش انه مهم بالنسبة لهذا الاشي تمام نحكي على الاقصام اللي بيعالجها العلاج طبيعي في المستشفيات خلينا نحكي مثلا عسابين المثال قسم l-ICU مثلا قسم l-ICU قسم مهم جدا ممكن يستغرب الناس بلك شو بديوا سوي العلاج طبيعي في قسم l-ICU هل نحكي هول الناس اللي بكون عندهم غيبوبة او شو بسموه كمان اسام النوم السريري او اه بكون معلاء او في غيبوبة كمان انه زي ما احنا شايفين الفيديو انه في قسم l-ICU هاي عنا هون مثلا المريض طلعوه مشو وطبعا موجودة كل الاجهزة اجهزة الاكسجين اجهزة القلب الى اخره يعني ما بمنع من انه المريض يعمل علاج طبيعي في l-ICU انه يتحرك او يعمل تمرينات خصوصا زي ما حكينا تمرينات للتنفس عشان ما يصير في عندنا صعوبة في التنفس كمان لازم يعمل تمرينات رياضية عشان نمنع التيبوسات في المفاصل نمنع قصر العضلات طبعا هو بكون ممكن يكون قادر او يعني لو انه في غيبوبة معناه يعني مش قادر فاحنا راح نقوم في هذا الاشي عشان بعد ما يقوم من الغيبوبة وياخد العلاج الطبي لازم يكون قادر انه يكون في المشي وهو بكون نايم او يعني نحك في غيبوبة كيف بتعالجو وهو مش بوعي انه يسعدكم او كيف بتخلوه حلا مش كل اشي بيعتمد على المريض زي ما احنا حكينا مسلا عسابين المثال لما يكون في عنده صعوبة في التنفس ممكن احنا نساعد انه نضغط على الرئتين عشان يطلع البلغم وعشان يزيد نسبة الاكسجين لتدخل الرئتين عسابين المثال حلا الانسان لما يكون في غيبوبة بتكون المفاصل تبعته فوضعية ثابتة فاحنا منكون بتحريك المفاصل الركب اليدين الكتاف طبعا بطريقة معين عشان نمنع التيابوسات تحصل فيها طبعا كمان لما يكون في غيبوبة بكون في وضع ريلاكسه يعني بتكون الجاذبية الارضية سحبته فوضعية معينة مثلا مش تجروا لتحت ايديه مرميينة بشكل معين فاحنا لازم انه نطول العضلات نطولها عشان بصير هي فوضعية قصر احنا لازم نطول العضلات وفي نقطة مهمة جداً كمان إنه منساعد قسم التمريد كمان إنه مع بعض منشترك إنه في تقليب المريض ووضعه في وضعيات صحيحة وضعه في وضعيات صحيحة عشان لما يقوم إن شاء الله بالسلامة يكون قادر على المشي كيف يلعب العلاج الطبيعي دور بعد السكتات الدماغية والجلطات؟ شو دوره هون العلاج الطبيعي؟ كمان بيبلش خلينا نحكي المفروض يبلش العلاج الطبيعي فوراً فوراً مثلاً الإنسان صار عنده جلطة أخذ علاجه الدوائي مفروض يبلش العلاج الطبيعي فوراً ليش؟ عشان كل ما بلش أسرع العلاج الطبيعي كل ما بتكون النتائج أفضل كل ما تأخر المريض بيصير فيه عندنا ثبات في الأعصاب وهذا خلينا نحكي بالنسبة لقسم الأعصاب زي لفحات الهوى العصب السابع الجلطات أي مشاكل في الأعصاب يفضل أنه علاجها يكون سريع بالنسبة للأطفال العلاج الطبيعي كيف يلعب دور خصوصاً إذا كانوا هم كمان أنا وكمان يعني الشخص الكبير تقدر تتعامل معه تفهمه ولكن طفل صغير بدله يتحرك ممكن يتوجع كيف العلاج الطبيعي ممكن يسهل على المريض الطفل يعني من حالته المرضية؟ بالنسبة للأطفال عادة خلينا نحكي بأطفال خدج أكتر إشي بيكونوا في المستشفيات حسب المثال هذول الأطفال بدي يكون تعامل معهم يعني تعامل حذر وتعامل لطيف جداً يعني لازم يكون واحد حذر جداً معهم الأطفال طبعاً أهم إشي يعني لازم نعمل تحفيز للأعصاب طبعاً للأطفال نحرك لهم الأجزاء عشان بيكونوا لسه مش مكتملين فإحنا منساعدهم إنهم يكتملوا الأطفال بعد خروجهم من المستشفى كمان بيستمر العلاج التأهيلي في مراكز التأهيل ممكن يعود حسب حالة الطفل طبعاً في أطفال مثلاً مرات عندها مشاكل زي نقص الأكسجين صحيح الأطفال ممكن نقص الأكسجين بتعرضوا لما شكل كبير وبيحتاجوا تأهيل طويل المدى فعشان هيك لازم يكون العلاج الطبيعي يبلش بكير آنس كنا نحكي قبل شوية عن العلاج طبيعي قبل إجراء العملية كم مهم وليش لازم ينعمل علاج طبيعي قبل العملية؟ خلينا نحكي على سبيل المثال في عملية تغيير المفصل الحوض مثلاً قبل العملية لازم نخلي المريض يعمل تمرينات عشان يقوي عضلاته عشان بعد العملية طبعاً راح يكون أنه نايم في التخد وراح بعد العملية مع الجراحة بتقل قوة العضلة فإحنا قبل العملية منزيد قوة العضلة على سبيل مثلاً لو رفعنا قوة العضلة من 50% إلى 80% فبعد العملية هي وصلت مثلاً نقول 40% هو حافظ على 40% بقدر يمشي فيهم بس إذا كانت قوته ضعيفة الإنسان وصار له فترة بتعرف مدام بده يغير مفصل الحوض هذا أكيد إنه كان تعبان وأكيد كان إنه ما يمشي كانت عضلاته ضعيفة فلازم إنه نعمل له هاي التمرينات وطبعاً مش أي تمرينات تمرينات يعني بتكون خصوصي ودقيقة لهذا المريض عشان نقوي له عضلاته بس ديالة إشي بسيط كنت حب أسأله بخصوص عملية تغيير المفصل أنت قلت أكيد هو يعني كان تعبان فأكيد هو بحاجة لقبل العملية نعمله يعني تمرين للعضلات طب في حال وصل متأخر يعني كان وصل لمرحلة مش قادر عن جد يتحرك وبس لأ ضروري يعني إجراء هاي العملية في هاي الحالة وهو كتير يعني عضلته كتير ضعيفة فبالتالي هو المضيع من العملية رح يفقد قوطه صحيح فهي الحالة شو ممكن يعني عشان هيك قلنا فيه تمرينات ولازم يكون الأخصائي تمرينات دقيقة مش أي تمرينات يعني ممكن تمرينات متعارفة عند الناس إنه يمسك وزن ويحرك أو إنه يحرك خلينا نحكي الإجر عكس الجاذبي يعني تمرينات الناس تتخيل إنه تمرينات العلاجية زي اللي بتكون في الرياضة لا فيه تمرينات بنسميها تمرينات ثابتة اللي هو static exercise static exercise إنه ممكن الإنسان يسوي انكباض في العضلة من غير ما إنه يحرك المفصل يعني انكباض انبساط انكباض انبساط هذا أبسط التمرينات فهيك إحنا منكون قوينا العضلة وما أثرنا على المفصل أو خربنا مفاصل تاني قديش أهمية اللي يكون فيه بين الدكتور اللي مشرف على حالة المريض بأي نواحي ما يكون فيه تواصل مع العلاج الطبيعي إنهم يكونوا فهمين أدوار بعض وقديش كل واحد عشان يطلع العلاج جمنيح وبأقصر فترة ممكنة إنهم يكون المريض يعني تعبان فيه وجع فقديش كمان يكون كمان من ناحية نفسية ومن ناحية العلاج طبيعي يكون هذول كلهم متكاملين مع بعض عشان يخففوا على المريض ويخلصوا العلاج بشكل أسرع كمان هذا بلعب دور مهم لازم يكون فيه كتير بين كل الطاقم الطبي مش بس بين الطبيب والعلاج الطبيعي بين كل الطاقم الطبي لازم يكون فيه دراسة لحالة المريض وكل واحد إنه يعني يحدد دوره بالنسبة للمريض فلازم يكون فيه كونكشن عشان من ناحية علاجية ممكن من العسابين المثال العلاج الطبيعي بدي يجيعمل العلاج الطبيعي مثلاً لأي مشكلة طبية تحتاج عسابين المثال ممكن إبرة أو دواء أو مضاد التهاب في نفس الفترة اللازم ياخد فيها علاج طبيعي فإذا كل قسم بدي يشتغل لحاله هون منصف فيها إنه مشكلة إنه أخذ علاج طبيعي فش تحسن بعدين أخذ دواء فش تحسن فلازم يكون فيه كونكشن كمان بحب أحكي كمان شغلة مهمة يعني بالنسبة لقسم الحروق كمان قسم الحروق بالنسبة للمستشفيات بالضبط بالضبط قسم الحروق وإحنا طبعاً في فلسطين معرضين لمشاكل كتير حروب إلى خرفها فيه ممكن نتعرضوا لحروق عندنا فطبعاً العلاج الطبيعي لازم يكون في قسم الحروق من أولها يعني يبلش على طول مع المريض طبعاً بكون مؤلم بالنسبة للمريض بس إذا قلنا ليش لازم يكون فيه علاج طبيعي على سبيل المثال الحروق عند المفاصل إذا كان فيه عندنا حرق في الإيد والمريض بيكون متوجع فشو بيسوي بيشد إديه لجوه إذا ما كان فيه علاج طبيعي يومين ثلاثة بيصير فيه عندنا التصاقات بيصير فيه عندنا تشوهات مزمنة وهون صفينا إنه تشوه المزمن صفه مشكلة في المجتمع عندنا تمام أنس يعني فيما يتعلق بآليات العلاج خلينا نحكي ومع التطور أكيد التكنولوجي والعالم الحديث خلينا نحكي أكيد ظهرت خلينا نحكي دراسات جديدة أو خلينا نحكي آليات جديدة في طرف العلاج الطبيعي خلينا نحكي عنها العلاج الطبيعي قديما كان باعتمد على العلاج اليدوي أكتر يعني أشي مساج وفي الإيد وتمرينات إلى آخرين اليوم مع التكنولوجيا صار في عندنا أجزة جديدة أجهزة مثلا موجات كهرومغناطيسية ألترا ساوند الموجات فوق صوتية الأشعة الحمراء طبعا هذه كلها تلعب دور في العلاج طبعا فيه شغلات ضرورية مثلا عسابين المثال يعني المساجات أو الحرارة كيف كانوا بحطوا إرب سخنة وشغلات بسيطة هاته تعتبر حرارة سطحية بس مرات إحنا منحتاج أنه ندخل علاج أقوى ويكون ديب في العمق داخلي زي حالات الدسكات اللي نعالجها زي إنه من الموجات توصل للمفصل نفسه من جوه فمنحتاج نستخدم التكنولوجيا زي الألترا ساوند حلينا نحكي هي بشكل أسرع بتسايع عدد التكنولوجيا ولكن هل بتلاقي إنه أفضل الواحد يعتمد على العلاج اليدوي؟ احنا ما بنقدر نقول أو نتائجه يعني خلا نحكي يكون أفضل على المدى البعيد احنا ما بنقدر نقول يدوي أو تكنولوجيا هو لازم يكون فيه برنامج حسب حاجة المريض حسب حاجة المريض بالضبط يعني فيه حالات ممكن تكون بس محتاجة علاج يدوي وشغلات بسيطة وتمرينات فبتكون كافية بس فيه حالات بتكون محتاجة إنه ندخل التكنولوجيا عشان نعالج فيها فهي بتعتمد على حالة المريض نعم أناس كمان فيما يتعلق بالمرضى خلينا نحكي يعني أصعب الحالات اللي ممكن يكون فيها علاج طبيعي ونسبة الشفاء خلينا نحكي من خلال إذا الواحد واضب عن جد على العلاج طبيعي وما خلينا نحكي أطع أو بطل يروح أو هايك أداية بتكون نسبة الشفاء مية بالمية من هذا خلينا نحكي كل واحد حسب إيش بيعاني؟ هو بالنسبة خلينا نحكي أكتر مرضى يعني ممكن يحتاجه للعلاج طبيعي موضوع الجلطات وعنا في بلادنا والديسكات خلينا نحكي هدو الموضوعين المريض بلعب دور كبير في العلاج نفسيته خلينا نفسيته جدا تلعب دور عشان النفسية والإرادة طبعا في حالات الجلطات تلعب دور كبير إذا ما كان عنده نفسية منيحة وإرادة راح يكون العلاج سيء بالنسبة إله كمان المحيط كمان ممكن يلعب دور في مساعدته على العلاج والتواصل مع الطبيب والأخصائي المحيط مهم جدا عشان في عنا كمان برنامج بيكون منزلي يعني بالنسبة للأشخاص بيكونوا متواجدين مع المريض نفسه فعشان هيك كل ما كان نفسيته أحسن كل ما كان مشارك في العلاج كل ما كمان متعاون في التمرينات اللي احنا منعلموا إياها فبتكون النتائج أفضل أفضل كتير يعني يعني خلينا نحكي نسبة للشفاء أو التحصن بتكون عالية بتكون النسبة أعلى جدا وبالنسبة مثلا لحالات الدسكات كمان ما بزبط إنه مثلا المريض يعمل علاج يخترع حركات بالضبط أو إنه يكون في حركات غلط أو تمرينات صعبة أو مثلا إنه يختار شغلات على مسؤوليته الخاصة يعني في كمان مشكلة من وجهها إنه الناس ممكن كمان إنها ترد على ناس ما إلها علاقة في العلاج التطبيعي بإلها علاقة بالضبط وبالضبط وهي بصفل مشكلة كبيرة إنه ممكن تأخر العلاج يعني عسابين مثلا ممكن يكون إنه الستات بكون عندهم إشي اسمه كاربلترن سندروم هون ضغط على العصب فهدي المنطقة بيكون مضغوطة فالناس طرح يحط مي سخنة ودلك يعني أول كلمة فالتدليك في المرحلة الأولانية والمي السخن ممكن تزود الالتهاب فصفين أخرنا العلاج إحنا وزودنا التهاب العصب هون يحن في حالات الشخخخخجي نحن 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 كبار السن كيف يتم التعامل معهم خصوصا إنه يكون كمان ممكن يكون عندهم أمراض هي هذا شاشة العدام فكيف ممكن يتأثروا في العلاج الطبيعي أو يساعدهم أو ممكن إنه ممكن ما يساعدهم من ش يعني خلنا نحن نحن كيف دور هنا العلاج الطبيعي يعني مثلا الرجل صار كبير في العمر فمن أعمله علاج طبيعي ممكن ما يطلع يركضه ما يطلع إنه يمشي بس إذا سوى علاج طبيعي وين بوصل وإذا ما سوى علاج طبيعي وين بوصل هذه نقطة مهمة جدا فإحنا بهمنا كمان الإنسان يستمر في حياته الإنسان الكبير في العمر من غير مشاكل مستقبلية من غير يعني مشاكل تأدي إلي يصير عنده أوجاع عشان هيك العلاج الطبيعي منفهم أهل المريض والمريض نفسه إنه في إش اسمه وقاية بالنسبة للوقاية يعني تعقبا عن هذا الموضوع قديش يعني حتى لو واحد ما عنده أي أمراض أو خلينا هو يعني شاب صغير أو فتاة صغيرة ولكن بروحوا على يساوي مساجات هل هذا جلسات علاج طبيعي أو مش جلسات علاج طبيعي جلسات مساج هل هذا مهم أو هل بضرهم هل بضرهم هاي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنحكي الوقاية بالنسبة للشباب بالنسبة للوقاية للشباب لازم خلينا نحكي يبعدوا عن الباد هابتس العادات السيئة في القعدة في الشغل كل مهنة طبعا إلها مشاكلها وأعدتها إلى آخره فهو لازم يعرف إنه كيف يعود في الوضعية المناسبة كيف إنه مثلا شو التمرينات المناسبة الممكن يعملها أثناء العمل كمان بالنسبة مثلا الوقائي خلينا نحكي إنه بدو يعمل علاج طبيعي ووقائي بالنسبة لأي إنسان لأي إنسان زي طب الأسنان مش المفروض يروح عند الدكتور يحدد له شو المشكلة وهو طبعا فش عنده أعراض لسه فطبعا بيكون العلاج أفضل والعلاج خلينا نحكي المساج العام الناس أي حدا بروح عليه هذول المراكز المختصة عادي بالمساج الهاب هل ممكن تضر في حالات معينة؟ ممكن تضر إذا كان هو محتاج علاج يعني مثلا إنسان عنده تشنوجات عضلية وهو بفكر إنه راح يرخو يعني بالضبط ومحتاج إنه يكون ياخد علاج طبيعي وهو بالنسبة إلو أعلن بدو راح عمل مساجات فإحنا استرخاء يعني هم بتكون رايحة لمجرد استرخاء وإنهم بيكون عندهم ألم شوي بظاهرهم بفكر إنه عادي ممكن يروحوا للمساج ويضرهم صحيح هو الاسترخاء طبعا حسب نوعية المساج إحنا بنحكي الاسترخاء المفروض مدام قلنا استرخاء يكون سوفت مساج يعني ما يأثر على أي حدا ممكن كله أي إنسان حتى لو عنده مشاكل إنه يعني يستجم فيه بس إحنا للأسف ممكن تدخل مساجات مؤلمة وبالنسبة إحنا العرب منحب الديب فطبعا إحنا ممكن يؤدي لتمزقات عضلية المساج ممكن يؤدي لتمزقات عضلية أو مشاكل إذا كان الشخص مش بروفيشنال ممكن يضغط على العمود الفقري يزود المشاكل ممكن أصلا شخص عنده مشاكل فممكن تزيد حركة واحدة هذه الفكرة خلينا نحكي إحنا حالاتنا إحنا بنقاط سعتان على الهواء في طبعا ديكتون في جلسة معينة فبصير في زي تصلب أو تشنج في العضلات شو إحنا الخطوات وإحنا حتى في الاستوديو يعني ممكن نعملها الخطوات أول شيء غيبتوا الدكور يعني ألف مبروك فهو هذا أهم شيء فإن شاء الله كل مرة نتغير الدكور يعني يكون وضيته أحسن طبعا الكرسي اللي يقعد عليه الإنسان لازم يكون علاجي أكتر طبعا إحنا بالاستوديو أكيد شيء لا منضبط لكم الوضع حلق بعد ما نخلص إذا إنه هي الجلسة الصحيحة كيف الواحد ممكن نعمل لازم أهم شيء يكون ظهره مستقيم بس إحنا نحس إنه كمان لما بتطول في هاي الأعدل للظهره يكون مستقيم مؤلم ما هو خلينا نحكي هلأ كل مهنة فيها ما هي زي ما قلنا المشاكل بس الأفضل إشي الرياضة الرياضة أهم إشي يعني اللي بلعب رياضة بأو عضلاته حتى لو قعد قعدة مش مستقيمة جسمه رح يتحمله بس إذا ما عنده قوة مش رح يستحمله جسمه نصائح أخيرة بتحب تحكينا إياها أنس أهم نصيحة دائما بحكيها إنه استشارة أخصائي العلاج الطبيعي في أي مشكلة وإنه ما يتردد في إنه يستشير عشان ممكن عدم الاستشارة تؤدي لمشاكل أكبر وبتمنى السلام إلى الجميع شكرا إليك أنس نشاشي بأخصائي العلاج الطبيعي لعف مشاهدينا متمنى لكم أكيد السلامة دائما نتقل لفاصل وبعدها رح يكون مع فقرة لوجين ابقوا معنا